المشاهدون الأفاضل لحياكم الله أينما كنتم أهلا بكم في المجهد الإخباري من الفضائية التشديع أطلق يوم أمس وزير الصحة العامة والوقاية أبد المجيد أبد الرحيم الانطلاق الرسمي لحملة الفحص المجاني لمرض السكري وأمراض القلب والكلا الذي نظمته وزارة الصحة العامة في عدد من الأماكن العامة بالعاصمة أنجمينة وقد حضر إطلاق أملية هذا الفحص المجاني إلى جانب وزير الصحة العامة وزير الثروة الهيوانية والإنتاج الحيواني أبد الرحيم أود الطيب ومنذ بدأ الحكومة لدى بلدية أنجمينة أمين كوجيانا حيث داءت خلالها الأخيرة المواطنين بالعاصمة أنجمينة إلى استقلال الفرصة من أجل الكشف المجاني لمرض السكري وأمراض القلب والكلا وفي كلمته خلال الانطلاق الرسمي للفحص المجاني وزير الصحة العامة والوقاية أشار إلى أن مرض السكري والكلا والقلب انتشر بصورة واسعة في وسط المجتمع لذا فإن وزارة الصحة العامة بادلت بهذا الفحص المجاني من أجل يستفيد منه المواطنين أقابد يوم أمس رابطة طلاب كلية علوم الصحة البشرية بجامعة أنجمينة مؤتمر نقاش بالقاءة الكبرى للكلية هذا المؤتمر أخذ موضوع الممارسات الغذائية والتغذية الجيدة خلال الشهر رمضان المبارك وقدم المحاضران فيه البروفيسور عبد السلام تجاني والدكتور محمد بشير توجيهات صحية للطلاب من ناهية ولجميع الصائمين من ناهية أخرى تتعلق بالتغذية الجيدة وتناول الأطئمة خلال الإفطار والآثار الناجمة أن تناول بعض الأطئمة والسوائل خاصة المياه الباردة عند الإفطار المشاركون من ناحيتهم قدموا أسئلة متنوئة تناولت كيفية الوقاية من الأمراض وكذا أضرار بعض الأطئمة التي يستحلكها المواطنون بشكل يومي احتفل ليلة أمس أدباء الديانة المسيحية بإيد الفصح الذي يحتفى به كل عام حيث أحيا الليلة أدباء كدرائية نوتردام للسلام بالدائرة الثانية كان ذلك بخضور أسقف مدينة أنجامينة إيدمون جيتانغار وعدد من رجال الدين المسيحي في ليلة من ليالي إيد الفصح الذي أحيته الكنيسة الكاثلوكية وكدرائية نوتردام للسلام بهيث أن يعتبر إيد الفصح عند أدباء الديانة المسيحية واحد من أهم العيات وهو احتفال بذكرى قيامة المسيح بحسب الأهد الجديد لكتاب المسيحيين المقدس والتي يعتقد أنها حصلت بعد ثلاثة أيام من صلبه وقد تليت العديد من قراءات فقرات الكتاب المقدس من قبل أدباء الكنيسة لشرح إيد الفصح وتوضيه دلالاته الواردة في الكتاب المقدس كما شهد الحفل أناشيد وتنانيم إنجلية أحياها المسيحيون ليلة عيد الفصح المشاهدون الأفاضل بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا المجهة الإخباري شكرا على المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر